لما القاهرة اتبنت سنة 969 كان لها كذا باب في أسوارها في الصور الشمالي كان فيه باب النصر وباب الفتوح وفي الصور الشرقي كان باب البرقيه وباب القراطين وفي الصور الجنوبي باب زويلة وباب الفرج وفي الصور الغربي باب سعادة وباب القنطرة باب النصر ده الباب اللي كان بيدخل منه جيوش مصر اللي رجعه بالنصر عد فيه سلاطين مصر العظام زي الظاهر بيبرس وقلوون والأشرف خليل والناصر محمد ابن قلوون وكانوا بيعدوا بأسرى أعداء مصر بنا جوهر السقلي لما بنا سور القاهرة ونقلوا بدر الجمالي مع باب الفتوح في أماكنهم الأصلية جنب زاوية القاضي لإمكانهم لأماكنهم الحالية يعتبر الباب ده من أهم الأثار الحربية التي بقيت في مصر من العصور الوسطى بين البدنتين فيه باب ضخم على فوقه فتحة حواليها إفريز بيحيط بالبندتين وعليه كتابات بتذكر اسم اللي بناه وتاريخ البنى فوق الإفريز فيه أيضا مزاغل وسلم حجري بيوصل لسطح الباب بتصميم بيعتبر الأول من نوعه في تاريخ عمارة العصور الوسطى وبيوصل لأبراج وأوض فيها أهم مجموعة عقود حجرية على باب النصر ومنقوش نص نص طويل فيها أسامي الخليفة المستنصر وأمير الجيوش وأبو النجم بدر باب الفتوح في شارع باب الفتوح لما بنا جوهر السقلي في القاهرة كان جنب نص يتحارى بين السيراج لكن لما جدد بدر الجمالي سور القاهرة سنة ألف وسبعة وثمانين بنا باب النصر وباب الفتوح في أماكنهم الحالية وربطهم ببعض بسور بيوصلهم لبعض بسرديب وباب الفتوح بيتكون من برجين مدورين بيتوسطهم المدخل وعلى جانب البرجين فيه طاقتين واسعتين باب زويلة في جهة سور القاهرة القبلي كان بيتكون من بابين جنب بعض واحد جنب زاوية سام بن نوح اللي جنب سبيل العقادين وكان معروف بباب القوس والتاني جنبه باب زويلة بشكله الحالي بنى بدر الجمالي سنة ألف واثنين وتسعين قدام باب زويلة القديم اللي بنى جوهر السقلي باب زويلة أكبر أبواب القاهرة وموجود على رأس شارع العز من الناحية القبلية وفقه المأذنتين بتوع جامع الملك المؤيد وفيه ناس بتسميه باب المؤيد أو باب المتولي باب زويلة شاف أحداث تاريخية مهمة أهمهم باب زويلة زي ما قلتلكم شاف أحداث تاريخية مهمة لما هولاكو بعت رسله بتهديد لمصر أعدمهم السلطان قطز وتعلقت رؤسهم على باب زويلة باب البرقية موجود في السور الشرقي وبناء جوهر السقلي سنة تسعمية وسبعين وتعرف زمان باسم باب الغريب لأنه كان شرق جامع الغريب اتجدد كذا مرة وكان آخر مرة على إيد الأمير عبد الرحمن كاتخادة واتحدم سنة 1936 لما تبنت الجامعة الأزهرية باب سعادة في السور الغربي المحازي للخليج المصر الكبير بنا جوهر القائد سنة تسعمية تسعة وستين واسم الباب ده بينتسب لسعادة ابن حيان غلام المعز لدين الله أما باب الفرج فكان في سور القاهرة الجنوبي ومش موجود دلوقتي كان جنب ضريح الست سعادة في الزاوية الجنوبية الغربية لمديرية أمن القاهرة في ميدان أحمد ماهر أما باب القنطرة اسمه منسوب للقنطرة اللي بناها جوهر السقلي على الخليج وكانت الناس بتعدي منه من باب مرجوش لباب الشارية اتهدم في عصر الدولة المملوكية سنة 1270 أما باب الخوخة بنا جوهر السقلي في سور القاهرة الغربي في اتجاه جامع القاضي يحيى زين العابدين واتعرف كمان باسم خوخة ميمون باب السلسلة في قلعة الجبل كان معروف كمان بباب الاستبل ومعروف دلوقتي باسم باب العزب بيطل على ميدان صلاح الدين وجدده الأمير رضوان كتخذ الحلفي سنة 1747 باب الشارية اتعرف كمان بباب العدوي كان صور القاهرة الشمالي بناه صلاح الدين الأيوبي غرب الخليج المصري بين الخليج وباب البحر وكان في ميدان العدوي على نصية شارع سوق الجراية وكان بيفتح على ميدان العدور وشارع الزعفراني وشارع العدوي وسكة الفجالة باب الشارية اتزال سنة 1884 بسبب خلل فيه بعد كده هنتكلم عن الباب الأحمر اتعمل في عصر الأيوبية في ناحية قلعة الجبل الجنوبية وبيشرف على باب المؤطم واسمه دلوقتي برج المؤطم اما الباب الجديد فبناه صلاح الدين الأيوبي في سور القاهرة الشرقي اللي بيطل على الصحراء على بعد 145 متر جنوب برج الظفر اطلاله لسه موجودة في السور الشرقي بين باب البرقية والباب المحروق اما باب القلة كان في سور جواني في الجزء الشمالي الشرقي لقلعة الجبل السور اللي في نص الباب ده كان بيفصل بين الساحة اللي كانت وراء باب القلعة العمومي والبيوت السلطانية في الساحة دي كان بيقعد الأمرة لغاية ما يتسمح لهم يدخله اتعرف باسم باب القلة نسبة لبرج عالي بناء الظاهر بيبرس في القلعة وهده السلطان قلوون وبنى مكانه قبة قبة السور اللي كان فيه الباب باب ما عدش موجود دلوقتي باب البحر من الأبواب البرانية في آخر سور القاهرة الشمالي من الناحية الغربية بناه صلاح الدين الأيوبي سنة 1174 واتعرف كمان باسم باب القشي وباب المقصي لأنه كان في قرية المقصي أو المقسم وبعد كده اتعرف بباب الحديد وميدان رمسيس زمان كانت مياه النيل بتمر جنب الميدان ده لغاية مجرى النيل تغير لغرب بلاء باب العزب وباب المدرج باب المدرج أقدم أبواب قلعة الجبل بناه صلاح الدين الأيوبي سنة 1183 ولسه موجود على شمال الداخل في القلعة منقوش عليه اسم صلاح الدين أما باب الوزير فبناه صلاح الدين الأيوبي في سور القاهرة الشرقي بين الباب المحروق وقلعة الجبل اسمه بينتسب للوزير نجم الدين محمود وزير السلطان سيف الدين أبو بكر ابن الناصر محمد ابن قالاون زي ما بيتنسب لي شارع باب الوزير وقرافة باب الوزير أما باب السر فكان مخصص لدخول وخروج أكابر الأمراء وخاصة الدولة زي الوزير وكاتب السر معروف دلوقتي باسم الباب السلطاني عفوا باسم الباب الوسطاني بيفصل بين دهليز باب القلعة العمومي البحري والحوش اللي فيه جامع الناصر محمد ابن قالاون وجامع محمد علي باشا أما باب الدهيشة من أبواب قلعة الجبل وتسمى كده نسبة لقاعة الدهيشة اللي كانت في القلعة واللي بناها السلطان الصلاح عماد الدين إسماعيل سنة 1344 وتسمت الدهيشة أكمل اللي بيشوفها كانوا بيندهشوا منها بسبب فخامتها وزخارفها الروعة ترجمة نانسي قنقر